هموم مثقلة على كهل العراقي في حياته وعمله وحتى بعد تقاعده أجبرته على الخروج إلى الشوارع والساحات مطالبا بأن ينطق عنه مجلس تشريعي يخرج من رحم المعاناة إلى تحقيق وإقرار القوانين التي تلبي الحقوق وتخدم البلاد في بنائها السياسي والاقتصادي والأمني إلا أن البرلمان الذي عقد عليه ملايين العراقيين الآمال باختيار نوابه لم يلبي ما يطمحون إليه وهذا ليس محض تحليل إنما لسان حال السياسي والمواطن على حد سواء بعد أن ظلت قوانين مهمة على رفوف مجلس النواب وذهبت في خانة التعطيل قوانين مهمة جدا على صعيد النهوض بالدولة وإنصاف الحقوق قوانين النفط والغاز قانون من أين لك هذا قوانين مالية كتلك المتعلقة بتعديل السلم رواتب الموظفين قوانين حرية التعبير ورغم مرور ثلاثة فصول تشريعية من عمر البرلمان الحالي إلا أن ثم تفوض التوافقات السياسية الغائبة والمناكفات والانشغال في مشادات كلامية تثيرها حروب الفعل وردود الفعل بين قوى وكتل ورموز سياسية أضحت جميعها بديلة عن دور المجلس التشريعي والرقابي في بعض الأحيان أبسط ما يبحث عنه المواطن خدمة وصحة وكهرباء اقتصادا واستثمارا وفرص عمل يقول سياسيون إنها لن تتحقق أو ترى النور إلا في حال عمل السلطة التشريعية بكامل أهميتها وإلا فإن المشهد سيجذر لاحتقان شعبي عنوانه فقدان الثقة بمجلس قادم